اسمع من اجمل ما قيل في حق النفس حافظ على كرامتك حتى لو كلفك الامر ان تصبح صديق لجدراني بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواتي في فيديو ديد انغار جديد نتمنى هذا الفيديو من الاعجاب ديالكم وطلقكم في احسن الاحوال انتم مولا الى ديالكم وكل ما ازعلكم ان شاء الله سنتظر معي اليوم واحد الفيديو مختلف على القناة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل صلاة واتم تسليم اللهم ارحم والدي وارحم جميع اموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة كيف ما كنتظر اخواتي اليوم فيديو جديد ونتمنى هذا الفيديو هنا الاعجاب ديالكم اليوم فيديو مختلف على الفيديوات اللي كنحط ان شاء الله هاد الفيديو هدا غدي نديرو التحدي ديال كارتونات رمضان ما بديتهاش بكري عطفت علياش شمعة ولكن عندي الاسباب ديالي بما انه كان لجو شوية تخون فقلت نصبرش شوية حتى يعني حتيبرش شوية الحال وعاد نبدأنا نوفر وان شاء الله في هاد في هاد الشهر هاد غدي نبدو تشوفير يعني من الخرد يالشهر وده باش حد بقى رمضان باقي لي تقريبا شهر 11 و12 وواحد جوج ثلاثة يعني في الخرد يالشهر ثلاثة غدي يكون شاء الله رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ويلا كتب الله وما بقينش في هاد الحياة اكيد كين اللي غدي يستهلك هاد الكارتونا هاده هاد الشي لي كين باش منقولوش علاش احنا كنا نسبقوا الاحداث وعلاش وعلاش حيث هاد الزمن تغير ما بقاش داك الشي اللي كتعرفو ما بقاش الشي اللي كتعرفو مبقاش السلعة او اللا 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 يعني التقضيالك نتقضى باقا بنفس الثامن كله نهار كتسمعوا خبار جديد كله نهار زادت حاجة جديدة وهاد الشي علاش غدي نوضو وغدي نتحز موختي وننوضو ندير وتحنا كرتونا درمضان حيث ما بقاش عندك الحق انك يتجمعي الفلوس يعني تديري تحدي وديري خمسين درهم ومية درهم ومية درهم كل واحد على حسب الاستيطاعة ديالو باش غدي تجمعي واحد المبلغ هكا يعاونك في التقضية ديال رمضان او لا التقضية ديال العيد او لا يعني التحديات ديال الفلوس مع هاد التقضية هادي مع هاد السلعة ومع هاد شو مع هاد زيادة هادو دا بخصنا نحاولو اننا نديرو السطوك يعني السطوك هو اللي غدي ينفعك الى درتي سطوك الى درتي الكارتونا ديال رمضان اكيد انك غدي تجمعي اه 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 اعلاش حيث عندك السلعة ما ما كنش اللي غايز يدعلكش حد في حال غا تقضي فابور اه عندك السلعة ديالك وكيف ما كتشوفو هنا ايه بالنسبة لسكار اني انا يعني اه اه اشاركت معاكم وراني ديرها من العام اللي فات وديرها في بالي واحد شي حاجة اللي خصني نوصليها خصني فيها شي تمانيت مزيان هادك الشي علاش وكنت داك الشي اللي كنوفر في الشهر كنحطو فيها لي وفرتو كين كين الشهر اللي كنت نوفرت الخمسمية درهم وكنحطو فيها اه اه او كان الشهر اللي كنبقى لي ميد درهم كان الشهر اللي كنبقى لي خمسين درهم ايلا كان شي شهر اللي عندي فيه الضياف ولا ما كنبقى ليحتاجي حاجة كل شهر ارزقو مهمة البنات احنا كيف ما كتشوفو بالنسبة للسكار اه شهر اللي فات كانوا بقاوا لي اجوج ديال البواكي اه اه ودابة فهذا يعني وجبت هاد الباكيال كيكونو فيها خمسة ديال جوج كيلو خمسة ديال ديال البواكي ديال جوج كيلو اه استهلكت باكية واحدة وابقى واربعة هنا هي ثلاثة غادي نخليهم ان شاء الله للرمضان وواحدة غادي نديرها في ديال المونت ديما كيف ماشتوا راوريسكو ما بقاش عندي السكار يعني هاد الباكيال هاد اللي درت دابة في البواطة غادينا نمشي بها راسي بينما تقضي دا برا الاخر ديال الشهر را ما بقاوا له را اليوم اه اليوم الثلاث اليوم خمسة وعشرين يعني غادينا ما بقاش بزاف وكيف ماشتوا اه بنسبة للسكار انا را نشي كل شهر غادينا حت السكار كل شهر غادينا حت السكار في التاريخ انا واحد الحاجة اه مؤخرا من النهار واللي تنفكر انني نوفر حت كان شي وقت ما تنوفرش ماشي مشكيل غادي غا بناد معي غادي ولا كيفني كتبغي تديريش حاجة في دارك ولا تتبغي تتوصلي لشي هادف تتلقي راسك خاص كي خاصي تكوني عندك الفلوس غادي نيت اراها لو بغيت ادريش حاجة في الدار ولا بغيت اتتيشي بلاصة ولا بغيت ادريش سالون ولا كي خاصيك نيت خاصيك الفلوس حاحن ماشي ماشي شي حاجة لي قليلة اه يعني اه نرجعوا للموضوع دينا اه كنت كانا كنت كانا كنت كانا مشي نتقدى ما كانشوفش التاريخ ما كانشوف وكنن مازالا كانت تقدى اه فهات الشهر هدا كيكون هاداك الحاجة اللي شريت بقي لغير عشرين يوم ولغير عشر ايام وغادي تسال لها التاريخ تنجيبها انا كنحطها كنساها كنساها وفي الخرط هي تسال لها التاريخ وكاتمشي للمزبالة كي ما كان قولو وهذاك شي واللي ما بغيناش اذاك شي ماشي ديال هاد الوقت هادا اذاك شي ما صالحش مؤخرا كيف ما اسبق لي وقيت لكم كان مشي كان تقضى اول حاجة كانش في التاريخ تاريخ الى ما كانش بعيد انا ما كان ديش ديال حاجة خصطي كنت تاريخ ديالها بعيد علاش باش الى ما وصلت ليهاش الى ما الى انسيتها هكا في فصت السلعة يعني عندي واحد البلاكار بعد اخترتي تخربق ما سيبقي باليها هادي من هادي يعني كان مني كان لقاها اولا كان كنت تفكرتها كان مشي كان لقى التاريخ ديالها باقي وما كان لقاش فيها مشكيل وما كان ضيعش فتك فتك الشي يعني مادم شديت المصرف رخصنين نعرف كيفاش نتصرف اولا ما نشدوش صافي البنات كيف ما كتشوفو هنية هادي السلعة هادي اللي غادي نحط في كارتونة ديال رامضان را كلها الاغلبية ديالها الفين وستو وعشرين الفين وثمين وعشرين هنية هادي الليبات هادي اخته هي يديالشلادة كنت شريتها الشهر اللي فات من كارفور فما استعملته هاش حيث كانت عندي الليبات بكثرة وباقي عندي اه تحت شهر بكثرة اه ما استعملته هاش اذا غادي نحطها هادي في كارتونة درامضان وغادي نكون تهنيت اه من السقار اعتاي الليبات كان عندي اه شي حاجة اقلية لديال ديال الفلون حتى هي اشطت لها التاريخ وحطيتها الى لاحظة في فيديوك تنوريكم ذاك المكعب ديال الليبات اه فهذاك هو اللي كان ساعمل تنساعمل السباكيتي وهنا يا البنات كيفما كتشوفوا هاد الشعرية الصينية حتى هي تاريخ ديالها بعيد وبعيد بزاف مهم نوصيكم البنات على هاد القضية هادي واخا تكونوا كديروا السطوك واخا تكونوا مكديروا السطوك من الاحسن انكم اه سلعة ديالكم تشوفوا لها التاريخ ويكون تاريخ بعيد شوفي اختي وفري اللي قديتي عليه واخاك الى ما قدرتش انك توفري اه اه انا مثلا انا وفرت ثلاثة البواكي ديال السكار وباكي ديالاتي ممكن تتوفري غير يعني اذاك شي غب تقسيط اه جوج خمارات اه واحد غاني اه يعني اي حاجه هنا كنوركم بنسبه الفرماج فهو غدا يجي حت دو قدو يعني مبقاشليg الفرماج وما قد يش ندير ستوك للفرماج حيث ما يكونش فيه شي تاريخ لي بعيد يعني الحاجة اللي كيكون فيه التاريخ بعيد رابينة والحاجة اللي ما كيكونش فيه التاريخ يعني يبينة بحال الفرماج بحال هذا ما تكونش فيه التاريخ بعيد وبالنسبة لها دبسكوية هذا ان شاء الله غادي ندير به ان شاء الله شي شي تحلية في هاد الخار ديال الشهر وغنشاركها معاكم صفي البنات بالنسبة لبنات كل واحد كي يوفر على قدر الجهد دياله ما قدرتش اختي توفري اطرود للزيت وفري غير كاس ما تديري واحد القرعة قد تحتي يحداك وغادي تقال توفري هاد الشهر نحيد كاس أنا منين غادي نتقطة هنحيد هاد الكاس ما انتسناشا حتى تلخر ديال الشهر واشلس fee من وانتسناشا أن انهاظ اطموها أن تلخر كاس على المصروف كانت محلولة يعني حتى تقريبا نرى اليوم عاد حليس هذه خمسة يطرها هادي واكيد انني فاش غادي نتقدرها غادي نجيب الزيت وغادي نجيب خمسة يطر وغادي نخليها مسدودة وإلى ما وصلتش عليها هي اللي غادي نحط لرمضان يعني صافي هاتشي اللي بات نقول لكم ونكملكم بنسبة اللي بنات اللي عندهم عندهم يعني التقضية وفريختي ايه حاجة غي حاجة غي واحد الخمارة غي واحد ضانية غير غير شوية 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 Hollanda هرا غادي نفعك guys وهنا نستافده من هاتشي هده وف lol 8 Wtiko تكون في دارها مرتاحة تكون في الغار ديالها مرتاحة وعندها الماكلة باش تدوزك الشه كامل يعني علش احنا ما ندروش هاد الشي هذا علش احنا ما ننوفروش باش احنا نرتاح ان شاء الله مستقبلا فرمضان ان شاء الله الله يوصلنا ليه بصحيحة والسلامة والطول العمر وغادي ندوز هنا نشارك معاكم البنات واحد الملاوي اللي بدون زبدة يعني ديال الخارج الشهر من تلك الزبدة وتلك كل شي استعملي هاد الملاويات هادو دابة ثاني مرة كنديرهم والصراحة كيجو زوينين كيجو مخيرين هنا استعملت استعملت الفورس الحرش ان شاء الله غادي نشارك معاكم الخنشة ديالو هاد الشهر حيث ما بقش لي بزاف وغادي نشريه وغادي ندير واحد الملاويات اللي هما زوينين ودرت شي شوية ديال الملاحة صافي وعجنت عادي المدروبيني وصافي بالنسبة الكريمة اللي غادي نورقوا بها هي غادي ناخدوا الزيس وحل الكاس ديال زيت غادي ندير في شي تلسة المعرق ديال الفينو وجوج معرق ديال النشا وواحد الخمارة ديال الحلوة وغادي نخلطوا هاد الشي هادا هذا هاد المكوينة هادو ومالي غادي عوضو نزب ده باش كانوا ورقوا الملاوي وكيجو الصراحة زوينين وكيجو بحل ما طيبناهم كيف تشوفوا هنا العجين اراني عجنتها جمعتها و اضعها في البلاستيك خليتها مدة 15 دقيقة او 20 دقيقة و ترجع في حال الى دلكتها بيدك نشكلها كواحد الكويرات على حسب شحال ما بغيته هنا نوركم العجين من بلا وخة اضعها في البلاستيك و اضعها في بواطا و اضعها سوف تضع الحجم في المسيم منات تقدروا تضع المسيم منات او مليويات فهما يجوا زوينين بزاف اذا يجوا مهشاشين الملاوي يكونوا مقرمين اضعوا شوية الخميرة كغير اسم علقة باش يجوا من فوخين و يجوا هشاشين سوف نشكل هذه الكويرات في حالها كايا و نغطي عليهم بواحد البلاستيك ندهنهم بعد واحد شوية ديال الزيت و نغطي عليهم و نبدأ من اول وحدة صايفت سوف نسرحها تكون رقيقة سوف نستعمل الزيت السميدة حيث تكون الزيت السميدة حيث تكون الزيت السميدة حفوان الفينو نرشع لها شوية من هاد من هاد الكريمة هادي البديلة ديال الزبدة والصراحة والله العظيم لك يجي الملاوي من اروع ما يكون رأياني انا ملفة كندير ديال الزبدة و خبتكنش يعني الى ما كانش عندي الزبدة ما كان نديرش الملاوي و منين جربت هادي صراحة عجباتني و بديت نشاركها مع البنات مهار ما تكونش الزبدة سيعملوا هادي و الى عجبتكم هالطريقة هادي ما تقاشوا انتم ما تديروا اختي ديال الزبدة قاع بنقص من هالزبدة هادي لولا الديرة الثامن صافي و غادينا صافي غنورقوا هاد العجينة ديالي كاملة بنفس الطريقة كنا ندير فيها في الوسط في ذاك الدائرة وتنعود نطويها على بعضياتها و كنضورها ما تكونش ما نزيروهاش بزاف و كنجمعوا لها الجنيبات بنفس الشكل اللي كتشوفوا معايا في الصورة حتى كنكملوا العجينة اللي عندنا كاملة يعلى هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفوا نديروا القياس ديال الزيت قياس دكش اللي عندنا في العجينة باش ما تشيط لناش هاد الكريمة هادي و صافي بهات الطريقة هادي انا قريتها لكم من جيهة واحدة اخرى باش ديبينة و كيجيوا هاد المليويات سهلين ضغية ضغية كيوجدوا حتى الاخر لحظة صافي بينما كملت هاد المليويات هادو كيكونوا هادوك المليويات صافي تتلقوا كنجمعهم يعني كندير الصبعان ديالي من هاد الجيهة و من هاد الجيهة و كندخلهم الداخل و نحطها كدائرية ما نحاولوش نديروا لها هاد العملية هاد فاش بحرة نلويوها حيث كتجيها كعوجة هادي يعني نصيحة بالنسبة للبنت اللي عاد كيتعلموا كتجي عوجة و ما كتجيكش لذيك المسمنة ما كتجيكش مزيانة صافي لهات الشكل هادا كنغطي وعليه عاود دائما نغطي وعليه بلاستيكة باش ما تدير تلك القسرة و نحطوه المقلة ديالنا نحطوها فق البوطة صافي و ندوجو نطيبوا المليويات ديالنا طريقة عادية و صافي ستسخننا المقيلة نرشو عليها شوي ديال الزيت وتنبقى و نحطوه المسمنة ديالنا او اللي المليوية كل واحد كيفاش يقولي مرة نقوله المسمن مرة نقوله الملوي ما يمقابلو عليها كيف ما قلت ليه واذاك صافي هنا يجد لكم نهزو الخبيزة ديالنا نحطوها في المقلة و نبقى هنا نحطوها و نبقى و نتبعوها نحنا ندوره حتى تتحمر بالنسبة لي انا هنا ما درتش انا في السكار إلا بغيتوه يتحمر لكم في ضغياء دوروا فيه واحد شوية ديال السكار ما بغيتوش بصف يستغنوا على ذاك السكار الصراحة كي يجي زوين كي يجي ناشف بحل ما طيبناش بالزيت بحل إلا ما درنا لش لي الزيت ذاك نشاو ذاك الفينو كي يشربو ذاك الزيت و ما تجي الملوية ناشفة صافي كتجي الصراحة زوينة بزاف و هادي طريقة احتى هي اقتصادية باش نديروا الملاوي ديالنا يعني ان نتهنوا شوية من ذاك الزبدة كيف ما كان عارفوه باش نبغلوا نديروا الملاوي را كانوا استعملوا الزيت و الزبدة ماشي غير ماشي غير الزيت بوحديتها فهالطريقة هادي تخليك تستغني على الزبدة تديري غير الزيت وبصافي و كنمشي بهالطريقة هادي حتى كنكمل الملاويات ديالي كاملين نتمنى هاد الفيديو يعجبكم ولوصلتوا الى الهنايا اكيد ان الفيديو يعجبكم ما تنسونيش من واحد جامل الفيديو و ما تنسونيش من الاشتراك لكتو ماشتركينش في القناة تشاركو عندي نسبة بيردين الناس تتفرج لي في فيديوهات ولكن ما مشتركش معايا على شخصي ما مشتركش معايا اشتركي باش يوصلك كل جديد وكل مفيد ان شاء الله هاد القناة هادي ديال اه الافادة ما فيها لا تخربق ما فيها ما فيها قلة الحياة ما فيها حتى شي حاجة ان شاء الله ديال افادة و ديال الاستفادة اه صافي البنات اه المهم احنا غني نمشيوا بنفس الطريقة و ما تنسوش البنات الشرك والقناة ما احببكم و الاصدقاء ديالكم باش القناة ديالنا ديت تكبر والعائلة ديالنا ديت حتى هي تكبر اه عائلات ام حسان ولا عندكم شي تساؤل اه مرحبا مرحبا بي خليولي في التعاليق صافي البنات بنفس الطريقة كان مشي و كان طيبوا المليوية ديالنا و غادي نشوفوا معايا كيفاش يجيو اه نطيب هاد المليوية هادي و غادي تشوفوا معايا اه الصراح كي يجي مقرمل نتبه للناس اللي كي يبعو الملاوي مقرملين و كي يجي مورق و ناشف في حال لما فيش الزيت نهائيا انا را ما كان كترش زيتها كيف المقلة باش اه ضغي يتحمر اه يعني كنخليها طبيعلا خاطر خاطره و صافي هنا البنات غادي تشوفوا معايا اه الصراحة اه اكتبت نخلي لكم الصوت ولكن كانت التلفازة و الدراري كي غوتو اه ما صالحش لي و التلفازة هي اكتر يعني غا يجيني حقوق طبع النصر و كيكونوا المليوية ديالنا اه على هات الشكل هذا عمرنا بريد ديال اتاي و درنا القوت دي و اه اللهم ادمها نعمها و حفظها من الزوال و نتمنى ان شاء الله الفيديو اه اه يكون خفيف ضرايف على قلبكم بالنسبة له هادو هادو ما يعني ماهرستهمش خليتهم حتى منعودون فطرابهم الصباح اه غادي تتوفوا معايا الجاداول ديال الاكل ان شاء الله اه 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 ادرت هكا المسمن في العشية و يبقى لي لالصباح يعني كندير بحساب العشية والصباح ما بقى لي إلا نقول لكم وصلنا النهاية ديالا فيديو دومتم في رعاية الله الى اللقاء